تبنت حركة طالبان المسؤولية عن اغتيال رئيس بلدية قندهار المدينة الأكبر بجنوب أفغانستان والمعقل الرئيس لحركة طالبان صباح الأربعاء في عملية انتحارية قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرازق قال ان انتحاري انفجر العبوة التي كان يخفيها في عمامته أمام رئيس البلدية غلام حيد الحميدي عندما كان يتحدث مع عدد من المواطنين